موسيقى طبا مساءكم التعتيم الإعلامي هو سيد الموقف في المفاوضات الجارية الآن بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ماذا يمكن أن يجري في هذه المفاوضات ما هي التوقعات ما هي الآمال هل ستنجح أصلا مثل هذه المفاوضات في ظل تعنط إسرائيلي بشأن المستوطنات والتأكيد الإسرائيلي المستمر بالاستمرار في بناء المستوطنات في هذا البرنامج سنحاول طرح الأسئلة الأسئلة كثيرة وعديدة وسنحاول لملمة الأجوبة عليها معنا في هذا البرنامج رائف إزريق محاضر فلسفة القانون ويورام جنور كاتب وصحفي أولا نشاهد تكرير أسماء عزازي ثم نبدأ الحوار السرية التامة فيما سنشهده من جولات قادمة للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل قد تكون الشيء الوحيد الذي تم الاتفاق عليه خلال الجولتين الأخيرتين في منتجع شرم الشيخ والقدس الغربية ولكنهما لم تعطي مؤشرات على إحراز تقدم في كسر الجمود والصلف الإسرائيليين في مسألة النشاط الاستيطاني سوى من بعض المقترحات الأمريكية التي تتمثل في إلزام إسرائيل بوقف أي توسيعات جديدة في المستوطنات خارج ما يسمى بحدودها الهيكلية واقتصار عمليات البناء داخل المستوطنات وبشكل عمودي فيما أكدت مصادر فلسطينية رفضها لهذا الاقتراح وأوضحت بأن مساحة الأراضي التي تصنفها إسرائيل بحدود المستوطنات الهيكلية تصل إلى 40% من مساحة الضفة الغربية أما نتنياهو الحريص على أداء دور حمامة السلام على طاولة المفاوضات هذه المرة يبني بنشاط تحت الطاولة كل ما من شأنه عرقلة العملية السلمية فها هو يلوح بيهودية بلاده واعتراف الفلسطينيين بها كشرط للاستمرار وبذلك تسد بوابات الحل أمام قضية اللاجئين الفلسطينيين وفي حين تعمل الأطراف على حل خيوط مسألة الاستيطان الشائكة كشف عن خطط لبناء 1300 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة هنا يأتي ملف الحدود جاهزاً بعد أن رسمته المستوطنات خلال العقدين الأخيرين أما ملف القدس فيبدو مؤجلاً إلى حين يثبت الفلسطينيون أن بإمكانهم تحقيق السلام عبر المفاوضات وليس عبر المقاومة المسلحة كما ترغب كلينتون يرم بنور شهادنا هذا التقرير السؤال الأول هل إسرائيل بالفعل جدية في هذه المفاوضات كما يحاول بالذات الأمريكان إعطاء انتباع من هذا النوع أمنها مرة أخرى مجرد محاولة لكسب الوقت وتغيير توازنات في المنطقة أولاً أعتقد أن عدم الجدية كان عند ليس كان فقط عند الإسرائيليين من مشاكل داخلية كان عدم جدية في مراحل ما عند الفلسطينيين وعدم جدية موجود طبعاً عند الإسرائيليين خصوصاً أن إسرائيل انتهزت الفترة الطويلة استمتدت فيها المفاوضات لاستمرار ابتلاء الأراضي وتعميق العملية الاستوطانية في الضفة الغربية ولكن أعتقد أن حالياً في سبب لتفاؤل بالنسبة لهذه المفاوضات والسبب هو أن لأول مرة نرى لاعب جديد دخل إلى الملعب واسم هذا اللاعب هو أحمد نيجاد بالطرف الإيراني بأي معنى لأول مرة موجودة في تهديد نووي على المنطقة وفي تهديد نووي على إسرائيل هل الحكومة الإسرائيلية حالياً تنقسم إلى كسمين رئيسيين كسم واحد أعتقد أن باراك هو الممثل هذا الكسم يقول أن القضية الإيرانية هي كضية حيوية لإسرائيل ويجب علينا أن نعطي هذه الكضية أولويات حتى ولو ادترنا أن نضحي كإسرائيل في الضفة الغربية أو في سلطة تضحية معنات وتنزلات اللي هو لا واحد يريد أن يعملها والطرف الثاني يمثل يمكن أعتقد أن التنياهو في الوسط ولكن طرف الآخر يمثل من قبل يمين الإسرائيل يقول لا ضفة الغربية بس كطراس نعرض للتاريخي قال الأشياء اللي سمعنا عنها ولكن مبكر لأوانه أن نحكم طبعاً مفاوضات التجارة ومبكر لأوانه أن نحكم إذا هذا استمرار لتعتيل وتعميق الوادع الموجود الواقع أو إرادة لطغير الطريق هذا كمان منوط بشدة على الوسط الأمريكي مدى جديده واستدار الأمريكان أن يستعمل الضغوطات على طرفين رأى فزيرك هو يتحدث عن ضغوطات على الطرفين أولاً الطرف المحتل والطرف الذي يجب أن يمارس عليه الضغوط هو الطرف الإسرائيلي ولكن دعنا من هذا الكل ولكن حتى أنت هل ترى أنه إسرائيل بالفعل هي جدية في هذه المفاوضات سؤال ماذا تقصد بالجدية طبعاً هنم مش بلعبوا هنم ذاهبون ويرغبون في السلام أنا برأيي المشكلة تكمن في تعريفاتنا للسلام الفلسطيني لا يناضل من أجل السلام الفلسطيني يناجر من أجل الحرية والاستقلال ونتيجة من الحرية والاستقلال والتحرير بصير سلام سلام هيك معنى سلام حالة عدم حرب أو عدم وجود مقاومة إسرائيل المعنية بالسلام إذا قصد بالسلام هو حالة عدم وجود حرب أو عدم وجود مقاومة بهذا المعنى فإسرائيل تذهب لهذا المفاوضات أنا برأيي طبعاً بهدف إحراز السلام بمعنى توقيع فلسطيني على إنهاء المقاومة وإغلاق الملف بهذا المعنى طبعاً هي جدية لكن إذا السؤال إذا هي جدية بمعنى أنها مستعدة أن تدفع الثمن المقبول والمعترف به دولياً من أجل إحقاق هذا السلام أنا أعتقد الجواب واضح أنه لا إسرائيل اليوم غير مستعدة وغير قادرة حتى أن تنسحب والثمن الأساسي هو فك المستوطنات والعودة إذا حدود 67 أنا بهذا المعنى إسرائيل غير جدية وغير قادرة أن تصل إلى اتفاق يعني هناك أمر واقع تفرضه إسرائيل وفي نفس الوقت النتيجة النهائية أن إسرائيل لا تستطيع الانسحاب من هذا الأمر الواقع إذن يجري الحديث عن تغييرات شكلية يعني تغييرات أكثر منها بالجوهري كما تريد إسرائيل يعني التجري الآن ينور الحديث إسرائيل تصر على موضوع اليهودية الدولة موضوع الأمن بينما القضايا الجوهرية من يطالب بها الآن هو الطرف الفلسطيني لا يوجد خلاف بينه وبين دكتور أنه لا توجد حالياً إرادة في إسرائيل لحل الصراح وسبب بسيط وكتب عنه في الصحف الأجنبية الوضع الاقتصادي في إسرائيل العالم يرام أسعار الأملاك كل إسرائيلي كان يملك شقة حقها 100 ألف دولار اليوم صار مليونير بدولار الحياة في إسرائيل حياة سهلة الأخبار من الضفة ما بتأتي بشكل عام وإذا آتت الأخبار بسمها ونسبة الأخبار بس تحسن ظروف حياة أو ضع مستوى حياة سكان الضفة في الإسرائيل دميراً مرتحين فلا يحتاجون إلى السلام السؤال ليس إذا إسرائيل أرادت سلام إسرائيل لم تأتي لهذا المفاوضات من السواد عيون الفلسطينية ولا من محبة والفلسطينية نفس إشي هل إسرائيل تضطر أن تعمل اتفاق مع الفلسطينيين بسبب ضغوطات أمريكية بسبب تهديدات خارجية إيرانية كما ذكرنا أم لا؟ هذا السؤال العمل هنا عمل سياسي ليس عمل حب ليس أوسط حب بين الشعبين ولكن أي ضغوطات برة أخرى الطرفان اليوم يؤكدان إسرائيل والفلسطينيين أن هناك استمرار في هذه المفاوضات في نفس الوقت إسرائيل تعنين اليوم من خلال بلدية الكدس أن هناك قريبا سيتم بناء 1300 وحدة سكنية استيطانية جديدة في حدود الكدس ممكن هذا الأمر أن يفجر المفاوضات وممكن إسرائيل معنية بيتفجير المفاوضات من خلال هذا الأمر لا أعرف إذا كان سيفجر المفاوضات أم لا بنهاية الأمر هناك مصلحة عند القيادة الفلسطينية ومصلحة عند القيادة الإسرائيلية ومصلحة عند الرئاسة الأمريكية والسياسة الخارجية الأمريكية أن تظهر بمظهر وكأن هناك توجد مسيرة سلمية هذه المسيرة يعني يجب أن تبقى في غرف الإنعاش يعني ممنوع أن تتعافى وأن تخرج إلى حيز النور ويصير اتفاق سلام واضح شو الثمن الذي يجب أن يدفع من ناحية ثانية يجب عدم إعلان حالة وفاة هذه العملية وبالتالي نروح ونقبرها لأنه إذا أبرناها ساعتها سيحضر السؤال ماذا سيأتي لاحقا المضبوط مشكلة المفاوضة الفلسطينية يعني هي هي مشكلة فلسطينية لم تحل ولم تناقش المشكلة ليس في الذهاب إلى المفاوضات المشكلة إذا فشلت المفاوضات ما هي استراتيجية فلسطينية ما هي استراتيجية فلسطينية إذا هذا المفاوضات فشلت أعدت مع الإسرائيل وقلت له بدت تحلوا المستوطنات والإسرائيلي فيش حاجة يجاوبه بقوله شو بدك تساوي كمفاوض فلسطيني يعني شو الاستراتيجية البديلة عندك حتى تضغط على المفاوضة الإسرائيلي هذه المشكلة الفلسطينية الفلسطين أعطين إلى هذه المفاوضات كطرف ضعيف أنا ما كشفتش سر وليس خبر عاجل فهذه ليست مشكلة المفاوضة ده مشكلة الشعب الفلسطينين وشعب وضعه ضعيف وهذه الحكيكة ولكن صحيح الكلام في سؤال ما تروح حاليا هل هذه المفاوضات هي استمرارية إدارة صراع يعني كونفليكت مينجمينت كما يقال بالإنجليزي وكما شاهدنا في آخر 15 سنة إن المفاوضات كس من إدارة الصراع وليس كس من حل الصراع وهل تصبح هذه المفاوضات ككس من حل الصراع هناك أصلا الآن يعني نظرية إسرائيلية جديدة توجه جديد قديم هو في إسرائيل هو بقول لك إنه إعادة إدارة الصراع من جديد وليس حل ليس حل أو إيجاد حل عادل إذا إدارة صراع لابد أن تنفجر في عيونها لأنه أعتقد إذا فشلت هذه المفاوضات لأول مرة لا تستطيع إن إسرائيل تستمر أن تستعمل بشكل من أشكال السلطة الوطنية الفلسطينية كوسيلة سيطرة أو مساعدة سيطرة على الفلسطين مساعدة سيطرة على ناس وليس على الأرض ورح يأتي ويؤدي ذلك إلى نوع من تفقق السلطة الوطنية كما شاهدنا وتعود إسرائيل تحتاج أن تدير بالها على المجاري والمستشفيات وأجار المعلمين وإدراب سائق الشوفيرية ودير بالها عن رابطة مربي الشمام في الغور وهذا شيء إسرائيل لا تشاء ولا تريد ولا تستطيع وله ثمن غالي وبواهد بعدين إذا حكينا عن ضغوطات في ضغوطات وفي مسالح كمان عربية بنجاح هذه المفاوضات ولذلك مبكر الأوان أن نقول عليها الفاتحة وندفنها يعني لازم نعطيها احتمال لاستمرار يمكن إذا في احتمال أن تجح هذه المفاوضات نحن لا نقول ذلك لكن رائع عندما يجري الحديث في هذه المفاوضات عن أكلف الموقف الفلسطيني أنه يجب طرح القضايا الجوهرية وهي قضايا الحدود حدود 67 هي قضايا الكتس قضايا الاستيطان قضايا اللاجئين أنت كيف تقرأ الموقف الإسرائيلي من هذه القضايا؟ في قضايا أساسية بدونها لا يمكن إجاد أي حل يعني الموقف الإسرائيلي لا حاجة لقراءته أو يعني للتبصر لأنه الموقف الإسرائيلي أعلن أكثر من مرة في كل خطابات نتنياهو من خطاب تأسيس الحكومة إلى خطابات هرتسلية يعني الموقف الإسرائيلي من كل هذه القضايا واضح وليس للمناورة يعني لا لحدود 67 لا لعودة اللاجئين وهذا الموقف واضح ونعم للسيطرة على غور الأردن نعم الإبقاء على الكتل الاستيطاني ونعم للسيطرة على مصادر المياه ونعم للسيطرة على الأجواء الدولة الفلسطينية يعني ماذا تبقى يعني سجن كبير تبقى الدولة الفلسطينية يعني الموقف الإسرائيلي واضح المشكلة وهون شوي بدي أوضح نقطة يورم تطرق لها المفاوضة الفلسطينية مظبوط ضعيف بس هو مش ضعيف لهذه الدرجة كيف تنعكس بالمفاوضات الضعف الفلسطيني ضعف المفاوضة الفلسطيني يكمن في عدم القدرة بين الربط والتزاوج ما بين المقاومة وبين المفاوضات لا يوجد لا يوجد أي معنى لأي مفاوضات إذا كانت المفاوضات هي الطريق الوحيد للوصول إلى الحل لأنه بدك موازين قوة لتستثمرها بالمفاوضات إذا فيش مقاومة لتصنع موازين القوة شو بدك تستثمر بالمفاوضات من ناحية ثانية إذا عندك مقاومة غير مستعدة إنها تفاوض بلحظة معينة لشو هاي المقاومة يجب أن تكون هناك عملية سياسية تعطي غطاء سياسة للمقاومة ويجب أن تكون هناك مقاومة تستطيع أن تعزز موقف المفاوض حتى يستثمر موازين القوى الجديدة مقابل إسرائيل حتى يحقق إنجازها الواقع الفلسطيني هو أن المفاوض الفلسطيني يدين المقاومة بصفتها إرهاب وبالتالي بدل أن تساعده تصبح تجهده والمقاومة الفلسطينية تدين المفاوض الفلسطيني وبالتالي بدل أن تكون المفاوضات والمقاومة عوامل متضافرة هي عوامل متناقضة وتدين الواحدة الأخرى وبالتالي عامل الضعف ليس فقط ضعف الفلسطينيين كشعب فلسطيني إنما عامل الانقسام ولا أقصد أن الانقسام حماس فقط وفتح إنما عامل الانقسام بين منطقة تفاوض ومنطقة المقاومة بدل أن يكون تضافر بين هذول العاملين هذول العاملين واحد قاعد يجهد إنجازات الثل الآخر بس هذه المرحلة آتت بعد فشل المقاومة يعني برد النظر هل هي العبم لا وأنا كإسرائيلي شو شعور مثل هذه المقاومة أنا شاهدت وعرفت عن كثب وفشلت ونتيجة المقاومة المسلحة صارت نكبة جديدة للشعب الفلسطيني وآتى حكم جديد لسلطة الوطنية وآتى بحل اللي هو مقاومة من نوع آخر مقاومة المؤسسات مقاومة بناء الدولة من تحت من الأساس هذه مقاومة فلماذا تقصد لا أفهم أنا سأقول لك ماذا أقصد يعني واحد من رائف ولكن مضطرين الخروج إلى الفصل أعزائي المشاهدين نتوقف كليلا عند الفاصل ثم نعود إلى الحوار ابكوا معنا أعزائي المشاهدين نرحب بكم مجددا في البرنامج هذا البرنامج يتمحور حول المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي معنا في هذا البرنامج دكتور رائف الزريق المحاضر فلسفة القانون ويورم بنور كاتب وصحفي كنا قبل الخروج إلى الفاصل كان السؤال موجه إلى رائف وهو سؤال عن المكاومة هناك المكاومة المسلحة وهناك المكاومة التي تحدث عنها يورم وهي المكاومة المدنية الشعبية كيف تنظر أنت وأنت تحمل رأيا أيضا خاصا بك أو مخالفا ترحتها هنا وهو أن المكاومة هي عنصر داعم للمفاوض الفلسطيني وليس عنصر نقيد للموقف الفلسطيني دعني أقول ميالي قد يأخذ بعض الوقت في أوسلو مشكلة أوسلو الأساسية أن المفاوض الفلسطيني بالحرف يتخلى عن الإرهاب الآن ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أولا ليس فقط التخلي معنى أن الفلسطيني نعت تاريخه بالإرهاب هذه أولا وبالتالي هو الذي سماه بالإرهاب وتنازل عن اسم المقاومة وحتى يدخل نفق المفاوضات كان عليها أن يتخلى عن المقاومة وأن ينعتها بالإرهاب الآن السؤال الذي يحضر كالتالي وين فشلت المفاوضات؟ شو بدك تساوي؟ إذا بدك ترجع خطوة إلى الوراء إذا لم تستطع أن تتقدم خطوة إلى الأمام وتحقق الاستقلال والحرية والعودة والدولة لم تستطيع أن تعود إلى الوراء لأن الوراء أنت سميته فيش حاجة فييج الرأي العام الإسرائيلي ولا الرأي العام العالمي يسمي المقاومة أنت سميتها بالإرهاب وبالتالي أصبح الفلسطيني محاصر موازين القوى لا يستطيع أن يتقدم إلى الأمام ليفرض على إسرائيل حل عادل ولا يستطيع أن يغير من موازين هذه القوى بالعودة إلى المقاومة لأنه هو نعت المقاومة بالإرهاب إذن ماذا يفعل؟ وبالتالي دخل الفلسطيني في أوسلو في نفق لا يستطيع الذهاب إلى الأمام ولا يستطيع الذهاب إلى الوراء وبالتالي الخسارة الأكبر للفلسطينيين في أوسلو هي خسارة اللغة بأي معنى خسارة اللغة هم أسقطوا مسميات على المقاومة ونعتوها بالإرهاب وبالتالي حاصروا أنفسهم معنويا وبالتالي عندما بدأت الانتفاضة الثانية لم يفهمها الشارع الإسرائيلي باعتبارها انتفاضة ضد الاحتلال اعتبرها انتفاضة ضد عملية سلمية وبالتالي هي عملية عدوانية وليست عملية تحرورية لأنه نقلت إلى 48 لجوء إسرائيل حتى قبل أن تنقل لم يحضر الفلسطينيين الشارع الإسرائيلي بأن الاحتلال لا يزال جاثم تعاملوا كأنه صارت في دولة فلسطينية الآن ماذا العمل؟ المقاومة ليست بالضرورة مقاومة عسكرية أساسا المقاومة هي كل فعل من شأنه أن يغير موازين القوى على أرض الواقع مقاطعة البضائح هي عمل مقاومة المظاهرات في بالعين هي عمل مقاومة التصويت في الأمم المتحدة على إدانة إسرائيل من تقدير جولدستون كل هذا أعمال مقاومة المشكلة باعتقادي أن السلطة الفلسطينية ليس فقط تنازلت عن المقاومة المسلحة تنازلت فقط عن أي مقاومة لا يوجد بدائل اللي بدين المقاومة المسلحة عن رأس والعين بوست أوسلو ليس كما قبل أوسلو وما كان مجازا قبل أوسلو قد لا يكون مجازا بعد أوسلو بس اللي بدوش مقاومة مسلحة يتفضل يعطينا برنامج واضح شو هي المقاومة الشرعية اللي بدأت تكون لا يعقل أن يقتصر العمل الفلسطيني إما على مفاوضات في غرف مغلقة إما عملية محالية لكن رائد ده الحقيقة أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي التي وقفت وراء مثلا كل عملية المقاطعة كل عملية المقاومة المدنية كل عملية ما يجري في بلعين وواضح أنه ضمن تعاون كامل دكتور إذا شملت الكفاح السلمي أو الكفاح الغير مسلح مش السلمي الغير مسلح ضد الاحتلال كمقاومة فبعين الإسرائيليين السلطة الفلسطينية سلطة مقاومة فأنا بقدر أشهد لك عليها كيهود إسرائيلي 100% مقاومة لما نرى صور سلام فيات برمي عن نار ربطات من منتجات المستوطنة الإسرائيلية على النار فيه نوع من جنون رد فعل صعب جدا عند الإسرائيل ويعتبر مقاومة مقاومة بشكل من الأشكال ولكن حضرتك تحدثت كإنه فيه طرفين أنا بضربك كف أنت تردني كف أنا برفع لك سلاح وأنت ترفع لي مسدس وين هالطرفين مع الاحترام يعني جيش ومخابرات وأجهزة أمن اللي بتحكم كل بيت وكل حارة فلسطينية أمام أمام فيش مساواة هون يعني مقاومة ضد من كيف تعمل مقاومة إسرائيل عندنا مثل موجود الأرض الواكه وهو حماس في غزة حماس في غزة تعمل في المربع التي ترسمت لإسرائيل وإسرائيل تربح من حماس بأي معنى؟ بأي معنى تعمل في المربع؟ معنى أنه الإسرائيلي يستطيع أن يكون هذول إرهابيين لأنه حماس تلعب على قوانين اللعبة الكديمة الذي كان فتح لعبها في الستينات في القمسينات في بداية السبعينات بالسواريخ وبالخطاب العنيف وبالتهديد بالعملية وتفجيرات وكتاب القسام ما نهاش كي مع اسكريين ولكن إسرائيل يريد أن يقول أنه شعب الفلسطيني تلرش تحكي معهم هذول إرهابيين هذه المبرر ليست هناك حاجة حتى الشعوب تتحرر أن تصل لحالة توازن قوة مع الشعوب المحتلة يعني في يتنام ما كانت بحالة توازن قوة موجودة مع أمريكا يجب أن يصل هناك من حيث الموازين القوة أنه ما يعود بوفي مع الشعب المحتل أنه يبقى محتل وهذا ممكن أن تصل لهذا الوضع بكثير يعني الانتفاضة الأولى لماذا بالانتفاضة الأولى؟ كان موازين قوة للفلسطينيين فرضوا على الإسرائيليين ومن ناحية موازين قوة رائف رائف وهو كيف يمكن يعني مع الاحترام للرأي الذي تحمله لكن كيف يمكن للإسرائيل أن يتوصل إلى قناعة أنه هناك حاجة لإيجاد حل في مثل هذه الظروب بالفعل الانتفاضة هي غيرت في المفهوم الإسرائيلي بالنسبة للفلسطيني أصلا وأعطته أكثر مجالا نحو الاقتراب من التفتيش أو محاولة التفتيش عن حلول لأنه هو تدايق في الانتفاضة هو يعني حس على جلده ماذا تعني هذا الصراع الدائم بين الفلسطيني والإسرائيلي مدام الإسرائيل الآن كما قال قبل قليل يورم هو مرتاح هو اقتصاديا واجتماعيا وما إلى ذلك فلماذا هو يهتم أصلا بحل القدير الفلسطيني يعني خليني أبدأ من جملة اللي حكاها يعني صحيح أنا لا أرى طائل كثير بالهذه المفاوضات والمفاوضات فشلت ولكن صحيح أيضا أن المقاومة العسكرية بشكلها القديم كمان فشلت وبالتالي المطلوب بتقديم حساب ليس فقط السلطة الفلسطينية أيضا أولئك الذين يتحدثون وكأنه لا يوجد أوسلو ولا يوجد مسيرة سلمية أنا باعتقادي الذي كان قبل أوسلو لا يجوز بعد أوسلو لأنه فيه إمج صار للشعب الفلسطيني ولا السلطة الفلسطينية اللي لا يمكن العودة إلى منطق السبعينات والثمانينات لكن لم يعود أيضا من الممكن الاستمرار بالوضع الموجود اليوم الآن لا يمكن الرجوع إلى الوراء صحيح لكن يجب الخروج من هذا النفق وما أقصد الخروج من هذا النفق بمعنى يجب استنفاذ طاقات الشعب الفلسطيني لأنه لا يوجد اليوم أي استثمار لطاقات الشعب الفلسطيني السياسي ما يحدث مثلا في بلعين أو مظاهرات ضد الجدار هي واحدة من الحالات التي استحضار الطاقات السياسية الموجودة عند الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني بأغلب الحالات هو مهمش في عملية الصراع مع إسرائيل كيف يجري هذا؟ يعني يجب الجلوس والبحث في هذا كيف شيء أساسي كيف يجب أن يجري هذا يجب إعادة النظر في كل عملية تفاوضية وعلى حماس وأشكال حماس أن تعيد بأيضا النظر أنه ما كان قبل أوسلو لا يمكن أن يكون بعد أوسلو المشكلة أنه المفاوضة الفلسطيني اليوم متورط بعلاقات تبعية تماما إلى إسرائيل وأنا أقول هذا ليس فقط من باب اللوم أن من الذين يعيبون على السلطة الفلسطينية أنها ذهبت للمفاوضات عليهم أن يعوا أيضا أن هناك ديناميكية خلال 17 سنة التي تفرض عليهم أن يذهبوا إلى هذه المفاوضات شاءوا أم أبوا وبالتالي الخروج من هذا المأزاق هو ليس تهم أن أوجهها فقط إلى السلطة الفلسطينية تفضل أخرجه وكأنه باب الخروج مفتوح هذا الباب حتى يفتح يجب تضافر جهود فلسطينية عامة وخلق استراتيجي الذي يستطيع الفلسطيني فيها أن يقاوم الفلسطيني ممنوع عليه أن يقاوم الآن لا القيادة الفلسطينية يجب أن تعطي للشخص الذي يريد أن يبدد الجهد والمال والعطاء أن تعطيه ما هو أفق المقاومة بلاش مقاومة؟ أعطيني أفق المقاومة بدك إضراب جماعة مليون شخص مسيري من جنين للأدس مسيري من هالشكل ساوي لي مسيري من هالشكل يعني أنا الريبرتوار تاع المقاومة اللاعنفية هو لا نهائي يعني تعرفش أفق المقاومة الوحيدة للدالعة الفلسطيني في هذا المرحلة استقارة السلطة الوطنية استقارة السلطة الوطنية يورم 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 هذا الموجودة الباقي مظاهرات من جنين لنابلس ومن حي الزيتون ما بعرفش لوين اسرائيليين ما بيهتبروه عن البحر وبكيفه قبل فترة قبل فترة الرئيس الفلسطيني ابو مازن استخدم هذه الورقة وهو هددها بالاستقار كان موقفه كان موقفه في ذلك كان موقفه كان موقفه في ذلك جديا وموقف جديا فيش اي تقدم ولا في هناك اصلا هناك يعني في عيز انت في هذا الاقصى كانت اللي كانت اللي قام مع ياسر عرفات المرحوم أنا سألته ليش ما تستقيل وتستقيل السلطة وهو أخذ بأي الاعتبار ما بحب ارد بالزبط كيف كيف رد عليه وشو حقه ولكن كان هذا موجوده امام امام عيونه كامكانية لتطوير الاستراع. نعم ما ستضغط اصلا ضغط على على كان عليه ضغوطات ما ايش ما. ايضا ولكن يا نور اه اه يعني انت تتحدث عن الموقف الفلسطيني موقف السلطة دعنا نتحدث مثلا الان عن موقف الحكومة الاسرائيلية نفسها. كيف ستستطيع الحكومة الاسرائيلية او كيف هي تنظر الى حل القضايا الاساسية. لناخذ لناخذ مثلا قضية المستوطنات. الكدس. الى حاجة. كيف يمكن اجراء حل في الكدس. بالفعل يعني انا المشاهد الان. بدك حاجة. انت كاسرائيلي. اه وعلى اطلاع على مجريات الامور. المشاهد الان يريد ان يعرف ما هو الموقف الاسرائيلي من حل في الكدس مثلا. الصراع تسعة وتسعين نقطة تسعة بالمية من الصراع صراع على رموز. الكدس رمز. مثلا اذا فيه قرار وفيه حسن ارادة تكسيم المسؤولية للحرام الكدسي شريف بين اطراف بين الفلسطين واسرائيليين واعتا. الاردن الها الها اثبات وجود شديد هناك اليوم. يعني الاسلام العروبة موجودة هناك. اه تقول الحمد لله. اه هذا اه اه تقسيم سلاحيات. الاحياء العربية في الاودس في بعض الاحياء ممكن تسليمها لسلطة الوطنية. اسرائيل تحيب ان تسلم احياء مسكونة بالعرب الى سلطة. لانه وجود اه 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 حملي هوية اسرائيلية بنسبة الاسرائيل مشكلة. هل حل في الكدس? هل حل في الكدس? هذا حل رمزي. هذا حل رمزي. هو ابقاء المستوطنات ابقاء الكدس الكبرى وما سيجري. هو تبادل تبادل اراضي. هذا ليس اصير كل مفاوض فلسطيني. كل طفل فلسطيني في الضفة العربية يعلم انه المستوطنات الاحياء في الكدس تبقى. حبة من حبة وابة من ابة ولكن تبقى لا تنكوه. اذا الواد. ولكن هذا الواقع. الكدس وتسلم بعض الاحياء. وبصير هذا الكدس. لحظة سويلة ان تبدي ان مستوطنات. نعم. كانت تعالينا الحل. والحل هو تبديل الاراضي. خدوا له وهدوا له. وهون في نقطة حساسة بالنسبة للعرب 48 لان انا اسميت اقتراح من وزير الشرطة الاسرائيلي قال انه احنا نعطيهم الكرة العربية الموجودة على الحدود. هذا حال اه. هنا. هذا الحال الجدي بالنسبة الاسرائيل. هذا حال تشاء اسرائيل ان تتخذ الله عدري كيف فيكون هذا اقتراح اقتراح من كبل وزير من داخلي الاسرائيلي. هذا يقودني الى موضوع الاسرار الاسرائيلي. لاحظة هذا حال استوطر. كل شيء الوح عني. يونم سأرجع الى هذا يقودني الى الموضوع الاسرار الاسرائيلي ليهودية الدولة لكن مضطر مرة اخرى الخروج للفاصل. نتوقف قليلا عند الفاصل ثم نعود. عدنا مجددا الى الحوار. يجري حوار حول المفاوضات حول ما يمكن التوقف من مثل هذه المفاوضات في ظل التعنط الاسرائيلي وفي ظل البعد ما بين الموقفين الفلسطيني والاسرائيلي. قبل الخروج الى الفاصل كان الحديث يقودنا الى يهودية الدولة. هناك رائف دكتور رائف اصرار اسرائيلي على يهودية الدولة. وهناك تلميح بامكانيات ايضا واردة لعملية تبادل سكان. لان اذا اسرائيل اصرت على البقاء في المستوطنات. نحن نتحدث عن حوالى 43% من اراضي الضفة الغربية ايضا اللي تابعة لا اسرائيل من خلال الاستيطان فيها. فهناك حاجة ايضا للتفكير بحلول اخرى اسرائيليا على الاقل. منها ما يطرح الان التبادل السكاني حتى تبادل كرة عربية هنا. هل تنظر انت يعني مثل هذه الحلول هل هناك امكانية لمثل هذه الحلول. اصلا هل يوافق الجانب الفلسطيني على مثل هذه الحلول. يعني انا مش انا لا اربط هذا بموضوع يهودية اه الدولة. ولكن رائف يعني يهودية الدولة هو مربوط باي معنى. يعني اسرائيل تريد ان تبقي بعد اذا تم التوصل الى حال تبقي اسرائيل اكثر ما يمكن يهودية بمعنى عدم وجود اه او اكل ما يمكن وجود عربي فيها. شغلتين. يعني على المستوى المبدئي لن اخوض في في معنى يهودية الدولة بس. نتنياهو يريد ان يظهر بمظهر بتعلم من المرة اللي كان رئيس حكومي. فبقول انا ليش اظهر ان انا اللي رافض عملية السلام. هو يعرف انه موضوع المستوطنات وموضوع القدس وحتى موضوع اللاجئين قد تكون مواضيع خلافية بالشارع الاسرائيلي. وبالتالي سينقسم المجتمع الاسرائيلي بين يمين ويسار في كل ما يتعلق في هذه الموضوعات. موضوع يهودية الدولة لن يختلف اليمين واليسار الاسرائيلي. وسيظهر هو انه اذا الفلسطينيين رفضوا الوصول الى اتفاق بسبب يهودية الدولة. وبالتالي هم يرفضون او خلينا نقول الحجر العثرة من الوصول الى اتفاق ليس وجود يمين في السلطة او يسار بالسلطة في اسرائيل. انما هم يرفضون وجودنا ويرفضون الصهيوني. ولكن الفلسطيني يقول انه اعترف بدولة اسرائيل منذ عام 1993. هذه مرحلة تم العبور عنها. انتهت. 1993 تم الاعتراف باسرائيل. نتنياهو اللي بدي يقوله كالتالي. اذا الفلسطينيين غير مستعدين انه يعترفوا فيها هاي. فلنفجر المفاوضات على واحد من المواضيع التي ليست خلافية بالشارع الاسرائيلي. وبالتالي هن بدنش يصلوا لسلام مع مش لانه رجل يمين. لانه صهيوني. وفيش في حدا منكم بيش صهيوني. في حدا منكم بيقبلش بالدولة اليهودية كقضية اساسية في الشارع الاسرائيلي. اذا ارادت المفاوضات ان تتفجر. فلتتفجر كموضوع المستوطنات. وبالتالي تكتيكيا هذا هو هدف نتنياهو. وعلى علمه من صعوبة الفلسطينيين ان يوافقوا على موضوع من هذا النوع. خاصة في بداية المفاوضات. وكأنه شرط تفاوض. هذا هو الديناميكية التي تفاوض. يعني فهمنا من دكتور رائف انه هناك يعني اسرائيل تمارس لعبة معينة. تمارس تحايل معينة. هل هذا هو الموقف الاسرائيلي؟ ام ان اسرائيل جدية في طرحها. او تفكر في عملية التبادل السكاني وتبادل كرة عربية على الحدود مع الفلسطينيين. تبادل السكاني هذا الحلم الحلو لكل سياسي يهودي اسرائيلي. هل تعرف احنا اليهود عايشينهم تحت الامبريلة التحديد الديمقرافي. اللي يبلعونا ويرمونا في البحر مش عرف ايش. فهذا طبعا حلم. اذا هذا حلم ويتحكك لعدري. والسعب لوحد. اعتقد انه راح تكون معارضة شديدة الى ذلك. رسميا ذكرت مناطق في النقب وفي شمال. ومش مناطق مسكونة بعرب. التي تنقل الى الطرف الفلسطيني. كالتبديل بعض الاراضي. ولكن بالنسبة لفكرة يهودية الدولة. لست متأكد انه هذا السميم فؤاد الشعب الاسرائيلي. وهذا الموضوع الوحيد على يجمع. لانه هذا بالاخر رجع الى نومن تصريح. يكف رئيس الحكومة الفلسطينية ورئيس الحكومة الاسرائيلي. ويقول انا بعترف باسرائيل كدولة يهودية ام لا. ولكن لا تأتي صور من اخلاط ضرب بنات المستوطنين وهجوم شرطة مع الخيول ومع سياراتها. وضرب المستوطنين واحد بيوت. هذه صورة يخاف منها السياسي. يخاف منها السياسيون اسرائيليون لا اقل من يهودية الدولة. صحيح يهودية دولة موجود جوهري. ولكن الموضوع العلامي الشديد هو المستوطنات. واعتقد انه اليوم تمانين او خمسة او ثمانين بديش اكل اكتر بالمئة من سكان اسرائيلي. وايدون المستوطين بشكل او اخر. وينظرون اليهم كتلاعج وكالصحانة. كمحككين الحلم جدود ومن يدخل. اذا كيف اسرائيلية يمكن الخروج. فالمستوطنات اعتقد هو موضوع صعب. واذا فيه عليه انه من اتفاق كتبديل اراضي. اه باقي المواضي. وقال نايب رئيس الخارجية المصري. اه غيث اعتقد. قال انه اذا اسرائيل تريد ان تعليل نفسك كدولة يهودية تروح الى الامر المتحدة وتعليل نفسك دولة يهودية. فيش اشكال. اه ومعروف ان اسرائيل دولة يهودية حبه ام ابو العرب يعني. فما فيش خبر. كيف ستحل كيف ستحل اسرائيل كضية اللاجئين? او رسم الحدود? اسرائيل لم تحل كضية اللاجئين. احنا الاسرائيل نحب انه غيرنا يحل كدانا لنا. فهذا اللي راح يصير. بس في يهودية الدولة رأيت. الكديات اللاجئين تنحال العودة ام التعويض. بعرف انه هذا كلام حرام. هذا كلام مشتوب عند اي عربي مسلم فلسطيني لاجي او مواطن. ولكن هذا الحل. وبلاش ندفن رؤوسنا في الرمل. عودة او تعويض. فالسلطة الوطنية تستطيع ان تضيف او تعيد الى مناطقها. مناطق السلطة الوطنية او الدولة فالسلطة المستقبلية. عدد معين من اللاجئين والباكي ينحال بمساعدة دولية. ولكن جرال حديث سابقا في اتفاقيات سابقة انه اسرائيل وافقت على عودة. رمزية لخمسين الف واحد. خمسين ستين الف انسان. انا انتحدثا اوصلو اوصلو اصبح الطاريخ. احنا اه عملينا على الواقع. اوصلو طاريخ مين بذكر من الشباب فيه شبابين ولدوا بعض اوصلو. اوصلو مش مش هو والمرشيد الاعالى بالنسبة لحل الصراع. اه العودة او التعويض وانا زرت مخايمات لاجئين في المنفى في الاردن. اعتقد انه هذا نوع من حل. لا اقول هذا حل مية في المية وليس هذا الحلو متاع اي لاجئ ولاجئ ولكن هذا نوع من حل. طبعا اذا اتب تنسيك مع الحكومات العربية وقد شفنا المبادرة الاولى الزغيرة الحبة التي تأتي كبل كيس التحين. وهي بتغيير القانون باللبنان. يسمح اللاجئين العمل اين يريدون. ووقف التمييز الذي كان ضدهم. ومنعهم من كبولة. ما يجري الان. ما يجري الان على الارض الواقع هو بالفعل يعني عملية اخذوا عطا بين الجانبين الفلسطينيين والاسرائيلي حول القضايا الجوهرية. وهي قضايا معقدة جدا. لا احد يستطيع التكهن اين ستصرف. ولكن رائد يعني رائف دكتور رائف. كانت هناك مبادرة فلسطينية قبل اسابيع. وهي تتعلق بمبادرة جينيف. هناك حملة اعلامية حول هذا الموضوع. كيف ترى هذه الحملة? يعني الفلسطيني صورة الفلسطيني تخرج في هذه الحملة. وهناك انتقاضات على هذه الحملة. هل بالفعل هذه الحملة من الممكن ان تؤثر على الشارع الاسرائيلي? ام ان الشارع الاسرائيلي من خلال هذه الحملة ومن خلال التصريحات التي تنتج عن هذه الحملة. وينظر الى الفلسطيني باكثر استهزاء. يعني اقول. هي مشكلة الفلسطينيين واللي هي نفسها مشكلة اسرائيل. انه اللي مستعد يقاوم اسرائيل ببدوش يفاوضها. واللي بدو يفاوض اسرائيل مش مستعد يقاومها. وبالتالي فيش مصرح هذا. لماذا هذا الرابط يعني? حتى المفاوضات هي. حتى دكتور رائف حتى المفاوضات هي يعني. لا مش شكل من اشكال المكاومة. مش شكل من اشكال المكاومة. ليش? لا يعني. مش شكل. المفاوضات هي ترجمة لموازين القوى من 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 شكلها الفج على المادة موازين القوى الارضية بتصيغها في الورق وبتحولها لانجازات سياسية. اذا المفاوض زكي بحول موازين القوى تاعت عشرة لخمسة خلينا نقول لا تصير تسعة ونص لخمس ونص. بس فيش مفاوض زكي بحول موازين قوى عشرة لخمسة بتصير عشرة لتسعة. يعني ملاش ما نفكر انه عن طريق الفهلة. انا اسأل الشارع الاسرائيلي. انا برأي كنت بفضل كل هاي الصور تنزل. لكن لان فيها اشي مش كثير يعني. فيها اشي شوي باثيتك. بالفعل بدي اسأل الشارع الاسرائيلي. هل يمكن التأثير على الشارع الاسرائيلي في وضعيته الحالية. يعني شارع اسرائيلي هو شارع يتجه اكثر نحو اليمين. من خلال حملة اعلامية من هذا النوع. ليس فقط نحو اليمين. نحو الاكتساد. نحو عدم الاهتمام خصوص بعض الجدار اللي وضع الفلسطينيين على الكاميرو بعيد جدا. ولكن بالنسبة لهذه المعركة الاعلامية. الصور للقيادين الفلسطينيين. انا اعتقد. هم يخاطبون الشارع. انا رأي لها نتائج. السؤالة مبارح من واحد من الفلسطينيين الكبار اللي مشتركين في ها شو تأثير. اقول كله يا اسيدي. الناس مش مهتمرة حين البحر الرجعين. وفي عياد. وما بتم فيكم. وتشوفوا الاعلانات ما بتم. ولكن بالنسبة للعلام والتجربة تيك من خمستاشر سنة كمراسل تلفزيون. نتفى ونتفى بحر. اليوم بيشوفوا بعضها يشوفوا متعودين يشوفوها. فإيه لها التعثير. ممكن اسهل ايش يقول لا هذا ما بسوء. هذا ما بسوء. هون ما بفوتوا القلوب روايدا روايدا. وفي بعض الشخصيات. مثلا خد لك قائد فلسطيني اسمه مروان البرقوتي. مروان البرقوتي اليوم سجين خمس مؤبدات. صح؟ ولكن انا كمراسل بقول لك اي مرة كنا نجيبه على الشاشة. وانا اجيبه على الشاشة مقابلة. الناس يطلع عليه وبتسمع كلامه. نفس الاشي واحد تاني لو واحد يشوق مضى نداله اه جبريل الرجوب. اللي قد خمستاشر سنة بسجن. جيب اليوم جبريل الرجوب. جبريل الرجوب بيعرف كيف يتحدث مع الاسرائيليين. فمن الخيادين الفلسطين في جيل انا بسميه جيل جديد. اه ليس الاتيون الضرورة من من الخارج. هون تربوا هون. اغلبية هم كانوا بسجون. هم يعرفوا كيف يربطوا علاكة علاكة اعلامية كالاشيء مع الاسرائيليين. مش لازم ننفي ولكن اوافق انه فتش الى تعثير فوري صح لهذه الاعلانات. مبادرة اسلو غير مبادرة اوزم او جينيف. في نهاية المطاف يورم يعني هل هذه الحكومة وجواب مختصر اويد. هل هذه الحكومة قادرة بتركبتها الائتلافية اليمينية. قادرة على التواصل الى اي اتفاق مع الفلسطينيين. جواب يهودي هذه الحكومة تكون مفاوضات مع نفسها. هل تريد ان تقف دم دفع الغربية الاسرائيل ام دم دفع الغربية الاسرائيل اول باقي كلام. اذا هذه هذه مفاوضات كما يقول يورم هي هي لن تسير الى الامان باي شيء. ليست هذه الحكومة غير مؤهلة ان تصل الى سلام. اسرائيل الفين وعشرة غير مؤهلة ان تصل الى سلام مع الفلسطينيين. اسرائيل نفسها غير مؤهلة. باسرائيل. غير اذا بصير ضغط دول الامريكان بجولولهن لحد دول. بس لا ارى ضغطا كهذا في الافق. يعني في قضية رسم الحدود. كيف يمكن لاسرائيل ان تعالج مثل هذا الامريك? يجري الحديث عن العودة لحدود السبعة وستين. حتى الاسرائيلي نفسه. يعضي. يلمح انه هو يوافق مع عملية اه. ياخذ دمنات عمنية يكون تواجه الاسرائيلي امنية على غور الاردن. سيطرة اسرائيل غور الاردن. يكون انسحاب. يكون تبديل اراضي. يكون كتل موافقة. في اكتراحات يعني مثلا خروج من كل مستوطنات الموجودة داخل طرف الفلسطيني للجدار. هذا اكتراح متروح حاليا على المايدة. في اكتراح يقول احنا بنعمل الاتفاق الكيت ولكن تتبيق الاتفاق بعد 15 و 20 و 25 سنة. في حلول او بداية حلول مش شرط انه تنجح. ولكن لا لا اعتقد انه علينا نكون متشائمين مية في المية. ولكن اسرائيل. بهيك حالة افضل واحد يكون متشائم. سيقولك ليش. اذا بدي يكون متفائل معناها في امكانية لحل. بس اي حل بدي يجي راح يكون حل مجحف. فبهيك حالات. مجحف بحق الفلسطيني. طبعا. بهيك حالات الواحد يكون متشائم افضل بان يكون متفائل. لانه التشاوم على قلب خلي الصراع. لو انا فلسطيني ما اعتقد انه الحل السياسي هو يوم الكيامة ولا يوم الدين. بالنسبة لك الفلسطيني. ماذا تقصد لي. يعني استراع سيبك مفتوحا. هذا اللي تقصده. يعني حتى لو لو جرى الحديث عن حل الان. هو لا يحل الكضايا الجهورية بشكل اساسي. اذا كان الحل مشرف. والحال يكمن في الطياطي امكانيات لحلول الكضايا الجهورية. مش مش فورية ولكن مش. مثلا توطين بعض لاجئين. وعودة بعض لاجئين. وحل. فك الالغام فيه استعداد من دول عربية. وان شاء الله تكون دولة فلسطينية بكسة من دول عربية. لا نوع من سلام حقيقي مع اسرائيل. هناك يعني هناك يعني يعني تدخلات من دول عربية. هناك اصلا مشاركة فعلية هذه المرة من دول عربية. ولكن هل هل تعتقد انت في نهاية الامر هو الاوراق كما يظهر حاليا هي بأيدي الولايات المتحدة والادارة الامريكية. هل الادارة الامريكية بالفعل هي جدية في امكانية التوصل الى حل. وانت به ايش بسأل. التوصل الى حل يرضي على الاكل ايضا الطرف الفلسطيني. وليس فقط يرضي الطرف الاسرائيلي. جواب نصفة الاسوفي. من يوم ما دخلت الولايات المتحدة الى العراق. وخربت العراق. وغزت العراق. ودمرت هذه دولة. صارت صورة الامريكان امام في العين المسلمة صورة وسخة صورة سيئة. يوم من الايام. يمكن في فترة اوباما هذه. يمكن في فترة الاتية. يمكن بعدها. ولكن مش بعد ميت ثاني. تحتاج امريكا الى شراء تذكرة الدخول الى قلوب العرب المسلمين. من يدفى حق هذه تذكرة? اسرائيل. هذه حقيقة تاريخية. ولذلك اعتقد ان التأييد الامريكي الذي لا حدود لا حاليا سيتغير. وبدأ هذا التغيير وهو التغيير ملموس. والحكومة الاسرائيلية تضري. كيف يعني ملموس? ملموس يا اوباما لم يتحق. الادارة الامريكية من من اسرائيل ودعم اسرائيل. يعني ليلا نهارا. يعني لغويا نسمع. وانا لا استهين باللغة وبالرطانة وبالكلمات. لغويا نسمع. لكن في كل عمليات شد الايدي بين اوباما ونتنياهو. اضطر اوباما حتى الان ان يتراجع. يبدو انه لم يحضر دروسه بما يتعلق بموازين القوى بين اسرائيل. اه وامريكا وقوة اللوب الصهيوني في امريكا. هل يريد? انا امين للاعتقاد انه يريد نوع معين من الحل. هل يستطيع؟ هذا هذا سؤال احضر. يعني يعني الادارة تطلب يعني يعني ترجو اسرائيل. يعني حتى في هذا الامر ما فيش اي تحرك. فيش اي تغيير في الموقف الامريكي. صحيح بس على مدى التاريخ هذا ليس اشي يتحقق من يوم لبكر. على مدى التاريخ تنظر انه ترى انه في انه من اه تخفيف التأييد الامريكي الغير محدود لاسرائيل. وهذا سيكبر مع الوقت. دكتور رائف يعني التخوف ايضا. انه جرى الحديث قبل فترة عنها. كأنه هناك ضغوطات امريكية على اسرائيل. وهذه كانت شكلية وصورية هذه الضغوطات. والان جاء دور الفلسطيني. في القضايا الحاسمة في القضايا الجوهرية. الضغوطات ستكون على الفلسطيني. يعني ما هو. هذه اللعبة. ما هو لما تفوت على المفاوضات في الشهل اطار مرجعي واضح. بتصلي انت عرضة لموازين موازين القوة. بتعرف امريكا بده تكون بالنص بنضغط على هدول شوي بنضغط على هدول شوي. انا مش عارف. هو ضل فيه جسم فلسطيني تقدر تضغط عليه وتعصره. من عصره بتنزلها بعد ثمانية وسبعين في المية من فلسطين. واستصفت انه فيه الضفة. مختلفين على الضفة. تعال نتأسمها. هذا هو منطق. وهي هاي مصيبة. واستل من الاساس. انه صفت الضفة هي المناطق المتنازع عليها. مش فلسطين. فبالاخر بيصف دولتين لشعبين. بس وين بتضف فيه دولتين. في دول المستوطنين دول الفلسطينيين يعني. اه سؤالين اخرين يعني اه اه يورم. هل اسرائيل ستوقف خلال اسبوع اه او تجمد او تعلن مرة اخرى عن تجميد الاستيطان? حتى لم يدى ثلاثة شهر ام لا? اذا تسألني من معرفة الناسيج سياسي الاسرائيلي لم تعلن ذلك. ولكن لا لا يستثى امكانية ان اسرائيل تجمد البناء بدون الاعلان. هي لم تجمد. بدون الاعلان ولكن تجمد. يعني تعطي اه اه طريق ذهبي لابو مازن ان استمر في البناء. هي ستستمر في بناء اربع خمس سلسل. ابو مازن يكون جمدوا وبتعنيها يكون ما جمدوش وبالفعل ما يبنوش ولا اش. دكتور رائف. انا اميل القول العكس تماما. اسرائيل ستستمر في الاستيطان. ولكنها لن تعلن انها ستستمر اه اه في الاستيطان. بمعنى انه الاستيطان سيستمر. اه. يعني هذه النتيجة اه. على الاكل. على الاكل. على الاكل هناك اتفاق بين اه ضيفينا دكتور رائف زريك وآآ يورم اه بنور حول هذا الموضوع. اولا يعني اه نشكر حضوركم ضيفينا دكتور رائف اه زريك. محاضر فلسفات القانون ويورم بنور الكاتب اه والصحفي. اعزائي المشاهدين لنا اه لقاء اخر في الاسبوع القادم في نفس الموعد. من برنامجكم نظرة اه من الداخل. اه مني ومن اه طاقم البرنامج. كل التحية. والى اللقاء. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.